لكن انا عايز اقول معلومة مهمة جدا في هذه اللحظات ومرسم القرعة طبعا لسه بتتم في هذه اللحظات النادي الاهلي في مواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير في افتتاح مباريات كأس العالم للاندية منذ قليل طبعا اجرية مرسم القرعة والاهلي في مواجهة الدحيل الفائز ما بين الاهلي والدحيل القطري سيواجه بايرن ميونيخ طبعا بطل دوري ابطال اوروبا في مباراة نصف نهائي كأس العالم للاندية بصراحة مبسوط جدا بشكل القرعة مش بتكلم على مستويات فنية بتكلم على مستويات انت كاهلاوي مبسوط لانك بتلاعب الدحيل منظم البطولة وكان طبعا بطل الدوري وبعد كده عندك مباراة بايرن ميونيخ من دلوقتي هو يا جماعة انسوا مباراة بايرن ميونيخ انت اساسك عندك مباراة الدحيل القطري انا عارف السوشيال ميديا في اللحظات ده هتكتب ايه الاهل والبايرن والمباراة المرتقبة وي وي والكلام ده كله حصل نفس الموضوع في 2005 والناس قالت الاهل على لعب لفربولو انت عندك مباراة الدحيل القطري الزملاء والاعزاء والجماهير والسوشيال ميديا انت عندك مباراة الدحيل القطري وبعد كده تبص بقى المشوار البطولة لان ان شاء الله الفوس في اول مباراة على الدحيل انت خلاص قطعت نص الطريق ودخلت في غمار منافسات البطولة وتلعب على مباراة نصف النهائي مع مباراة بايرن ميونيخ بأكد تاني بعد اجراء مراسم قرعة كاس العامل اندية منذ الحظات قليلة وطبعا اللي كان بيجريها مدير او نائب مدير المسابقات خيمي يرزا وايضا كمان في حضور اديجو بنجليو ده طبعا حارس سامارما منتخب سويسرا السابق القرعة اسفرت عن مواجهة الاهلي للدحيل القطري يوم 4 فبراير والفائز بينهم سيواجه بايرن ميونيخ على المقابل او في المقابل طايجرز بطل المكسيك هيلعب مع أولسن هونداي بطل اسيا والفائز بينهم هيواجه الفائز ما بين بالمراس او سانتوس البرازيلي هذه المباراة هتتلاعب لسه يوم 30 في نهاي كوبا لبرتادورس طبعا نهائي كأس امريكا الجنوبية جمهوري النادي الاهلي لازم يكون مبسوط وسعيد النادي الاهلي في قرعة كأس العامل الاندية عندنا مباراة كبيرة عندنا مشاكل في بعض الحاجات داخل الدور المصري لكن اكيد فيه متابعة حية ونشوف الجديد خلال الساعات الجاية لان في كل حال من الاحوال اللي حصل ده مخالف للليحة مخالف للقانون والمسابقة في اولها فلازم نعمل نقطة نظام عشان اللي جاي مفهوش اي هزار